اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصر بيشارك في تصفيات كأس العالم الويندو الاولية التي تتبقى فيه السنغال في شهر فبراير فكان لازم يكون معنا هنعرف منه امور كثيرة تابعونا ان شاء الله تبقى حلقة جيدة وهنحاول يكون معنا رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة عشان نعرف منه ما هو جديد وهيكون في امور كثيرة يمكن هتسمعها اول مرة على شاشة قناة النادي الاهل نرح لا اخبارنا يمكن خبرنا الاول مع كرة اليد طبعا بعد ما استؤنف نصات دوري المحترفين لكرة اليد نادي الأهلي لعب مباريتين المباراة الأولى مع اسموحها وكانت على صالة النادي الأهلي وفوزنا فيها المباراة الثانية كانت مع سبورتينغ منذ يومين ونادي أهلي تعادل تالت اللقاءات هتكون بكرا إن شاء الله مع نادي البنك الأهلي جديد أن المباراة مش هتتلاعب على ملعب البنك الأهلي في اسكندرية ولكن هتتلاعب على ملعب أو صالة الأمير عبدالله الفصل بمقار نادي الأهلي بالجزيرة وده بناء على اتفاق بين الفريقين المباراة تتلعب بكرة بالساعة 8 والأهل بيحتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن سبورتينج واللي بيجي في المركز الثالث أما زمالك فموجود في السدارة برصيد 11 نقطة فرقتنا بتحاول تستجمع قوتها في الفترة دي خصوصا الفرقة مليانة غيابات بسبب الإصابات اللي وراء بعض وإحنا طابعنا كمان ماتش سبورتينج وإزاي كانت مباراة قوية جدا جدا في صالة سبورتينج ولكن طبعا محتاجين أكتر تركيز محتاجين عودة المصابين محتاجين الإصابات كمان ترجع وأكيد شكلنا الدفاعي يمكن ناحية الهجومية كانت في ماتش سبورتينج جيدة جدا ناحية الدفاعية للأسف ما كناش موفقين في ناحية الدفاعية حصل اختراقات كتيرة جدا من المنتصف حصل اختراقات من العيبة وصلوا على المرمى بسهولة نتمنى إن شاء الله مباراة بكرة تبقى عودة تاني للروح ويبقى الانتظام في المكسب شيء مهم جدا لهذا الفريق هنروح على نفس الفريق وخبر تاني محمد عصام الطيار النادي الأهلي وفق له أنه يحترف في الدوري الألماني طبعا القرار النادي الأهلي جيه بعد أن فيه طبعا زي ما حداكم عارفين فيه ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي في النادي الأهلي فيه طبعا محمد عصام الطيار وفيه عبد الرحمن حميد وفيه عبد الرحمن طه فالنادي الأهلي طبعا أقرب هم كان محمد عصام الطيار جاله عرض احتراف في ألمانيا وهتنقل لنادي لايسبيج الألماني واللي بيلعب في الدوري الممتاز بدائم الفترة الانتقالات الشتوية القادمة اللي احنا فيها ان شاء الله لايسبيج وعلى فكرة النادي لايسبيج هو من الأندية اللي عندها أكاديمية أو المدينة دي المدينة دي عندها أكاديمية كبيرة جدا لتعليم علوم اللي خاصة بالرياضة سواء فتنس باسكتبول هنديبول أكاديمية كبيرة وفيه مدربين كتار راحوا هذه المدينة درسوا فيها هذه الأكاديمية ودايما خرجت كوادر كبيرة جدا طيب طيار كان ليه طبعا تاريخ كبير جدا مع نادي أهلي ومنتخب مصر يمكن أن أساعد منتخب مصر في الحصول على طوط أفريقيا اللي فاتت في مطلع عام 2020 في تونس وكمان المنتخب تأهل الأنبياء التوكي واللحقنا فيها المركز الرابع وعملنا أداء والأروع وكمان كان عنصر مهم جدا في تتويج الأهلي بكأس مصر في طوط أفريقيا الأندية نتمنى لك كل التوفيق الحقيقة أعصام طيار لأن أنت من اللعيبة أو اللجوان اللي ما بخلوش أبدا عن نادي الأهلي يمكن من حقك يعني تجرب تجربة الاحتراف خاصة أن ألمانيا أنت أول لعب مصري أول لعب مصري في التاريخ يحترف حارس مرمى أول حارس مرمى في التاريخ يحترف في الدوري الألماني وطبعا زي ما قلت حضراتكم الأهلي وافئ لأننا لدينا وافرة في المركز ده وغالبا كل مطش نحن يبدو لعب بأتنين حراس مرمى واثنين من ثلاثة فأنت بتضطر تريح لعب وحارس مرمى بواحد منهم وهو على مستوى عالي ما نفعش يقعد فكان الأفضل أنه يتم الموافقة لي على الاحتراف ومحمد العصام الحقيقة قال لك أنا دايما هفضل تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت ومتأكدين أن التجربة دي هتديك خبرات يا محمد وإن شاء الله نشوفك متقلق هناك وتكون سفير حسن للنادي الأهلي والمصر كلها بإذن الله طيب هنروح لكرة السلة رجال وتابعنا الحمد لله مباراة الجزيرة اللي كانت على شاشة قاطع النادي الأهلي ومجموعة اللي فات وفوز تاريخي من نتيجة 28 بنت أو فرق 28 بنت على نادي الجزيرة في ملعبنا وأداء كان جميل جدا بالرغم من الغيابات تحت الحلقة بإذن الله بكرة سموحة على الساعة السادسة على صلت الأمير عبدالله الفصل وبالمناسبة دي آخر مباراة في الدور لا دي المباراة قبل الأخيرة في الدور الترتيب لسه عندنا مباراة الاتحاد السكنداري بعدها وكده شكرا خلاص الترتيب بنسبة كبيرة اتحسن هينتظر بس مباراةنا مع الاتحاد السكنداري ونتجتها في ريتنا كسب كل المتشاطة في الدور التاني على حساب سبورتينج المصير التصالات مصير التأمين الزمالك الجزيرة يبقى لنا إن شاء الله مباراة بكرة زي ما قلت لحضراتكم سموحة ومباراة الاتحاد طبعا بكرة هلنقل لحضراتكم المباراة إن شاء الله على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي عشان برضو زي ما وعدناكم نكون دايما جنب أبطالنا على الأد ما نقدر ويعني المباراة بتبقى مع العبنا بتبقى فرصة كويسة جدا إن احنا نغطيها لحضراتكم وعن قرب وبنشوف كويس جدا فرقتنا أخبارها إيه ويعني بنتطمن عليها نهاية تمنى لعودة المصابين يعني أحمد أسماعيل إن شاء الله أتمنى يرجع عايزين طبعا بإذن الله نتطمن على عمر طارق إنه رجع يوسف المعداوي اللاشئ أو اللي تم أعارته اللعب الصعد اللي تم أعارته اللي تنته ورجع من الأعارة تم الانتهاء تماما من إجراءات قيده خلاص هو جاهز يشارك إن شاء الله المباراة اللي جاية شوفنا اتطمننا على هاب أمين اتطمننا على الفرقة بشكل عام والفرقة مشة بشكل كويس نتمنى الحفاظ على المستوى ده والنتاج دي مستر أجوستي بوش بيحرس كل طول الوقت إن هو يعود يذاكر الفرقة ويذاكر الفرقة الرجل حقيقة بيشتغل صبح وليل ما بيهداش عمال يفكر إيه الأحسن فرقته عنده أمال وطمحات مع النادي الأهلي كبيرة جدا جدا وإحنا راحين معه أبعد نقطة هو عايز نروح إحنا معه وجنبه بحيث إن احنا نشوف النادي الأهلي في المكان اللي يستحقه إن شاء الله في كرة السلة طيب هنروح لكرة السلة سيدات زي ما حضركم عارفين الدوري متوقف استغل كابتل علي هاشم المدير الفني هذا التوقف لاستعادة أو تأهيل المصابين طبعا أنتم عارفين حضركم إن احنا في المركز الأول المتساويين مع سبورتينج وليوبليس في النقاط وهي 13 نقطة طبعا عندنا إذا ما حضركم عارفين إن التدريبات بدأت في الجيم إذا ما كل الفرق الجماعة بتبتدي بتبتدي الجيم عشان تعلي تحمل العضلات وقوتها وبعد كده معسكة مفتوح بترجع اللعبات في المستوى البدني والفني واحدة واحدة وبيرجع تاني الهارموني بقى من خلال التدريبات الجماعية عشان الدوري هيرجع خلاص هنغمض ونفتح لدينا نفسنا داخلين على الأدوار الإقصائية ونسيت أقول لكم إنه برضو الدوري في الرجال هيتوقف بعد الدور أو المبرانة النهائية فيه الدور الترتيبي يعني بعد إسبوع تقريبا الدوري هيتوقف حوالي 40 أو 45 يوم هنا التحدي سواء للسيدات أو للرجال إن أنت ترجع من التوقف أحسن من الأول فرق كتير جدا 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 بترجع من التوقف أسوأ مما قبل ودي مهمة صعبة هتقول لها كابتن طب ما فيش مطشاط بتتلعب ما فيش نشاطات بس فيه إعداد فيه ممكن تريح مشتوىك ينزل إزاي تحافظ على مستوى العيب خاصة أن فيه مجموعة هتروح من الرجال أيضا لمنتخب مصر فهيبقى فيه مجموعة مع منتخب مصر ومجموعة في النادي الأهل الموضوع صعب الموضوع صعب قال ليكم فؤال مستر أجوستي وجهاز الفن المعاون لأنه أنت عايز هترجع من هذا التوقف على أدوار الإقصائي هترجع من التوقف ده بتلعب بيستوف ثري بيستوف فايف بيستوف فايف مباريات ليفل وان ما فيش تدريج مش هتاخد بالتدريج فالتوقف قد يكون لمصلحتك وقد يكون عكس مصلحتك إذا استجلته صح كلنا ثقة في جهاز الفني المعاون واللعبين إنه هم مش هيريحوا وهيشتغلوا لعبة المنتخب تحافظة عن نفسها وطبعا كله بقدر الله سبحانه وتعالى ولكن مهم تحافظة عن نفسك ومهم تبقى بفرما كويس هتنام كويس تاكل كويس تلعب بقوة عشان لقدر الله مناخسارش حد منهم وفي نفس الوقت اللعبة اللي في النادي اللي تتمرم بكل قوة المصابي الجاهز اللي عنده حاجة بيشتيك بحيثنا نخش فول بور على الأدوار الإقصائية هنروح للكرة الطائرة كنا بنلعب منذ 3-4 أيام مباراة دور 32 في كأس مصر كنا بنلعب مع جزية الورد وفي المنصورة وفوزنا بنتيجة 3-0 رجعنا هنلعب دور 16 مع طنطة في صالة الأمير عبدالله الفصل بكرا إن شاء الله الساعة 4 عصرا بكرا يوم مزدحم بالأحداث على صالة الأمير عبدالله الفصل وهل لكم ملخصة الأهل طبعا زمارته حدقكم فاس في دور 32 دور 16 عندنا بعض المشاكل في الإصابات ولكن الإسكواد اللي عمله كابتن محمد بصالح ميدو إسكواد محترم يمكن الإصابات عندنا متركزة أكثر في مركز 3 ولكن بعد عودة عادل بعد عودة عادل ما فيش أي مشكلة خالص عندنا في مركز 3 لسه سعودي بس هو اللي إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بعد الشرخ للصباع ولكن إن شاء الله مركز 3 مليان يمكن عبه برضو عنده رشح في الرجبة مركز 3 عادل رجع عبه خرج بس الدنيا ماشي كويس وبيدر يصعد كابتن محمد ميدو ناشئين في مركز 3 بس الدنيا ماشية وترامى بنكسب الأمور جيدة هنخلص الكاس هنخش على الثلاث مباريات أو الست مباريات مع طلاق الجيش ومصر البترول والبتروجيت الثلاث مطشط يبوزهابا وإيابا ده بعد كده أو الخطوة اللي بعد كده أو خطوة القبل النهائية في مشوار الدوري الممتاز يعني ده باختصار بكرة يوم رياضي طويل عندنا 3 مباريات عسلات أمير عبدالله الفصل عندنا الساعة 4 مباريات الكرة الطائرة الأهلي وطنطة في دور الستاشر لكأس مصر عندنا الساعة 6 مطش كرة السلة الأهلي واسموحة في الدور قبل النهائية أو في المباراة الجولة القبل النهائية في دور الترتيبي الساعة 6 عندنا الساعة 8 مباراة البنك الأهلي كرة يد الأهلي والبنك الأهلي وإن شاء الله ونحاول بقدر المستطاع نحن نقل لحضراتكم الثلاث مباريات بكرة يبقى يوم رياضي حافل وملئ بالأحداث نتمنى التوفيق والفوز لكل فرقنا بإذن الرحمن احنا زمان مركزين على العاب الجامعية ايضا العاب الفردية عندنا برضو مركزين معا يمكن الاهل استضاف دورة اتحاد التنس لتطوير مستوى المدربين مستوى أول النادي الاهلي طبعا دي صور من الدورة التدريبية كان حصل بورتوكول مع الاتحاد المصري للتنس بحيث ان احنا نقدر نحصل على فرق نطور بيها مدربيننا والدورة دي حضرها 32 مدرب من قطاعات التنس بالنادي الاهلي على مستوى الفروع الثلاث وده من ضمن خطة اتحاد التنس زي ما قلت لحضراتكم لرفع كفاءة ومستوى كفاءة المدربين وتطورهم بأحد سبل التدريب العالمي طيب في دورتين هتعاملوا وفي دورة هتعاملت من 22 إلى 22 يناير اللي احنا فيه دي خلصت خلاص وفيه واحدة تانية من 27 إلى 29 في نفس الشهر برضو هتبقى على النادي الاهلي وكل ده عشان نقدر نحط مدربيننا في لفل تاني خالص اذا ما حضركم عارفين التنس خرج نجوم كبار من النادي الاهلي يمكن اخيرهم ماير شريف نجمتنا العالمية بنت النادي الاهلي فاذا الطفرة اللي بتحصل دي هنجني اثمارها ولكن بعد سنوات قليلة عندما يتم رفع كفاءة المدربين وبالتالي هتتنقل الخبرات وكفاءة اللاعبين وهنشوف